أنا أشكر دكتور سلوة زغدول ودكتور زغدول على دعوتي بالنسبة للمشاركة في المؤتمر وأنا سعيدة جداً بوجودي أحياء وسعيدة بستوشة من الفاتحة جداً أنا يمكن هقول المحاضرة وهنستشف الإجابات اللي موجودة وممكن نحط يعني إجابات واضحة في نهاية الكونكلوجين بتاعي الكلام هيبقى على الأفضلية بتاع لوباس نيفرايتس ودي الأجندة بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عنها يمكن من أول الدياجنوزز كان في التسعينات كنا بنقول أربعة من حداشر كريتيريا فور داياجنوزز اف لوباس نيفرايتس كلام دون في 2012 بدأ فيه السليك كريتيريا والسليك كريتيريا قالت أربعة برضو أو أكتر من أربعة ولكن لازم تبقى فيه واحدة كلينيكال واحدة إمينولوجيكال وكان في الوقت ده بدأ يطلع أن البيوبسي بروفين لوباس نيفرايتس مع الـ ANA أو أنتي دابلي سيراند كانت إنافتو داياجنوز لوباس في الإيولار اللي هي 2019 بدأ يبقى فيه عايزة 10 بايتس بلاس ANA باستيب ولو بصينا هنا الرينال بتاعتنا يمكن البروتونوريا الواحدها أربعة بوينت لكلاس 2 إلى 5 و 5 ثمانية بوينت لكن كلاس 3 و 4 هو 10 بايتس وبالتالي نفس الكلام لو لقينا فيه بايوبسي كلاس 3 إلى 4 مع ANA باستيب ده كافي لدياجنوزز الباسوجينيسي حقيقي بالنسبة للسيميكلوب بس كتير واحنا مش حاولين نقش اندابس فيه لكن أنا دايباً ببع عندي فيه انتراكشن ما بين الساسيبتباليتي جين والإنفيرمنتال فاكتور ودي غالباً بتديني أبنورمال إميون ريسبونس اللي بيحصل ان يبقى فيه عندي أبنورمال جين وفيه انفيرمنتال فاكتور يديني أبنورمال إميون ريسبونس يبتدي يعملي أنتيبوديز أجينيس السيلف والإنفلاميشن والإنفلاميشن ممكن تديني في الآخر الاند أورغان دامج ما هي الحاجات الجيناتكس التي نبقى موجودة بالنسبة لنا في اللوبس؟ أول حاجة عندي الـ HLA D3 و 15 بيقولوا أنها تبقى بتزود الساسيبتباليتي أو ريسبة لوبس محيث السياسيبتباليون محيث السيخ الأحيزيين Unناسبت necesitusions المؤكس المعيد سيتم تت أمريكس محيث جناningen الموضج من وهي أبنورة ويأتي إلى أكثر 50% جنوى التأثير ببالي أن يكون تشعور في البلوكس أممم المحللل المتحدث بالطبع؟ كالتبع الألواج وعطاء للعبار. خلال الألواج والسيما نعلم أن المحلل المتحدث في نحن المتحدث في المتحدث في المنطقة وهذا يعني أن الألواج يأتي باستفادة في المتحدث في المتحدث في المتحدث but it can occur in males the prevalence is less so TESA again it's one only male but if it is occur in a male I think it is highly aggressive and lead to end stage the genetic interaction not only triggers the autoimmune response but also triggers the progression to the kidney damage kidney affection of lupus glomerular affection by all classes from 1 to 5 or 6 only account from 50 to 60% of cases but also lupus can affect the kidney in another way like silent 25 patients with silent they have no proteinuria by biopsy have lupus nephritis 15% plus 2 to 4 and 10% plus 5 so maybe renal biopsy is indicated for all patients posocytopasis with lupus can occur tubular defect by type 1 renal tubular acid of tubular intercession nephritis thrombotic microangiopathy and collapsing glomerular nephritis and vascular disease can occur this all can affect the kidney not only the glomer disease this is histopathology I don't know there's a point where is it? it's not 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 meaning complexity position it's not Β that travailler Nupement , these are varieties but only these are سنذهب بسرعة للتراتيج ونرى ماذا سيحدث، لو أنا لدي كلاس واحد واثنين لوبس نيفرايتس، لو لو بروتونوريا، سيعالج النونرينا لو بروتونوريا، إذن أنا بدأت أتكلم عن لوبس بودو سيطابس سيعالجها مثل المنماليتشي لو كلاس ثلاث، سأرى الأكتيفتي، هذه مهمة جداً لو أنا لدي كلاس فايف، ستتعالج كلاس فايف لو عندي أكتيف لوبس، سأبدأ الأكتشن مثل ما حصل في المريض الموجود أن نبدأ المثال بلاتنيزيلون الدوزيز من 0.25 إلى 0.5 جرام ويتخذ إلى 1 إلى 3 ديز، ثم نرجع على الأورال والأورال الدوزيز تبقى مختلفة ما بين الجايد لاينز، لكن نحن عندنا في الكيدوكي من 0.6 إلى 1 ميلي جرام بركيجي وهيبقى تيبرد بعد حوالي من 3 إلى 6 أسابيع ولكن في الإولار، سيستخدمه بعد البالس، على طول يبدأ 0.3 إلى 0.5 ميلي جرام بركيجي نقوم بلس زائد آي في سايكل الفوسفى مايد وهي الاكستيندد اللي نأخذ من نصف الواحد جرام لكل ميتر سكوير سيرفسس آريا، أو ندري أورال سايكل الفوسفى مايد أو ندي يورولوبا سيكولوفوسفو مائدلوب ندي يقوم سمية كل أسبوعين لمدة ستة دوزز أو ندي ممف والممف يجب أن نبقى من 2 إلى 3 جرام ويبقى رايزنج سأبدأ بواحد في 2 أتنين أتنى قليلا لكي نجي إيتي أبسات لـ 2 في 2 بعد كده 2 في 3 أو 3 في 2 على حسب اللي موجود أو كالسينيورين انهابتورز وبدأت تبقى موجودة سواء كانت تكرالمس أو سيكولوفورين أو نيورال ممكن ذلك بيبقى وبدأوا يحطوها في العين اللي عنده نيفروتك رينج الستادس بتقول أن الممف تقريباً إكويفلنت للسيكولفوسوميت في الاندوكشن لكن كمان بتقول أن الممف تقريباً في المنتنس في المنتنس فيبقى بالتالي دول والسيكولفوسوميت والسيكولفوسوميت ويجب أن المنتنس في ممف تقريباً من زيكولفوسومي لأقل من خمسة أو خمسة لسبعة ونصف وندي الـ MMF بنوصل لجرعة واحد لاثنين جرام أو الأزاسيبرين إن يران واحد ونصف لاثنين ميلي جرام برتيجي ودي لها انديفيدوليزيزيشن عشان هو نوت سيبيريور فور إيفن مانتنانس لكن ممكن حالات زال بريغنانسي أو التكراليمس علشان أخذ الرف بلات ليفل إنه يبقى من رباحة 6 نانو جرام برميلي أو سيكول سبورين يبقى من 60% نانو جرام برميلي بالنسبة للإستخدام هذا بالنسبة للمنتنس كلاس 5 طبعاً لو ما فيش نيفراتيك سندروم ممكن نستخدم رينيون أنجوتينسين كونفيرتنين انزيم انهابيتورز وممكن نستخدم الهايدروكسي كلوروكوين ونعالج الاكسترارينا المانفستيشن لو عندي فيه نيفراتيك رينجي بروتونوري هستخدم الاس والاربز وهبطيدي أعمل كومبنيشن الاميونو سبورسيب منهم الامم إيف وممكن السايكول فوسومايت ممكن كالسين يورين انيابيتورز كل دول ممكن يستخدموا لتكسيماب هنا بدأ يظهر لو فيه حاجة من إنسان الهايدروكسي كلوروكوين لازم يبقى موجود في كل العينين تعلقوا من الدايكنوزز ويبقى يمتد فور إيفر إنسان الهايدروكوين تقريبا زي اللي موجود إحنا هنا بس هي اللي موجودة إن إحنا الجراد والوزدرول إنت أعمل أوقف عيان لسيستيميك لو بس تريتمين يعني من ثلاثة لخمس سنين لو هو ستيتمين ويعني يمكن إحنا بنشوف إن الناس قريبا بتكمل أكتر وإن ريتيكسي موجود في الآخر لما يبقى إلترنتيف إنيشيال سيرابي لو العيان ده مش لسبوع المورتاليتي في حينين الروبس بتبقى من خمسة إلى خمسة وعشرين في المية الربلاسمنت سيرابي من عشة إلى ثلاثين في المية الكيدني سيرفايفل بتعتمد على الريميش لو أنا دخلت في كومبليت ريميشن ممكن أصبح الحاجة وتسعين في المية رينال سيرفايفل أربعة وربعين في المية لو فيه بارشي ريميشن ولو مافيش ريسبونس يبقى تلاطاشر في المية بس السيرفايفل ودي الديفينيشنز بتاعت الريميشن يا إما عندي كومبليت ريميشن يبقى لازم يبقى البروتين أقل من 0.5 جرام بر جرام أو 0.5 جرام بر تونتفور أور ويبقى فيه ستابيليزيشن في ستة لاثناشر شهر لو حصل أن الريدكشن كان أقل من خمسين في المية أو البروتينوريا أقل من ثلاثة جرام وستيل عندي فيه ستابيليزيشن في ستة لاثناشر أسبوع ده بعتبره بارشي ريميشن لا يساعد لعيان ده لو حصل لبرشي ولا حصل لكمبليت ودي احنا قلنا دي الكيدني سيرفايفل اللي احنا عرضناها في الأول دي الترايلز اللي اتعملت بالنسبة للوبوس دي يعني الميجور ترايلز اللي اتعملت هنخش الحاجات اللي هي موجودة ونقول يعني ما هي الفراكتوري لو بس في طبعا فيها دي بيتس كثيرة لكن هي دي يعني دي الورار والنوماتولوجي والكودوكي جيدلايينز كلهم متفقوا على ان احنا نظر لفراكتوري لو بس لن تغيير البروتينوريا أو الاسمالي جي اف ار لما العياني يبقى على اثنين دفرانت ستاندر لفراكتوري لفراكتوري لمدة اربعة لستة مونسيس ولازم نتأكد ان هو بياخد الميديكيشن بتاعته وان الميديكيشن دي بريسكرايب تبقي سيرابيوتك يعني ما جيش هدي العيان في الاندكشن واحد اثنين ام اف اقول العيان خد سلساب لا هلازم ابقى وصله لاثنين لثلاثة جرام غير اثنين افضل ان انا اوصل للثلاثة لو المريض يقدر يتحمل فدي ستبقى مهم تعمل اي مع العيان ده؟ في النسبة للعيان ده هل هو العيان ده اقدر اقولي اللي فات? هل اقدر اقول انه هو موضوك? هل كان المعلومة مش واضحة هل العيان ده خد البضيث وقالت انه خد من اثنين لثلاثة جرام يبقى دي حاجة هل العيان ده كان ادهران للتريتمنت؟ جزء تاني لو العين ده ليس قدر أقول إنه هو ريفركتوري هل العيان هل أنا حكمت عيان بعد أربع شهور أتليست أو لا لو برضو ما كانش عده أربع شهور يبقى إذاً ليس قدر أقول إنه عيان ده ريفركتوري قوي بالنسبة لنا لكن هقول إنه هو فيه انساتفاكتوري ريسبونس بالانساتفاكتوري ريسبونس أول حاجة العيان بيأخذ العلاج ولا لا الحاجة التانية بيأخذ جرعاته مزبوطة زي ما هي موجودة وطبعاً لو فيه حاجة بيتأس لها مفروض يتعامل أما ما يتأس بره لكن إحنا ما فيش عندنا هنا لكن أتليست لو بيأخذ حاجة لها مقياس للتراف ليفل مفروض يتعامل أحتاج ممكن أعمل ربيت البييوبسي أو لو العين حصل فيه ممكن يكون دخل في تيميه مثلا أو ستومبوتيك ميكورنجيو بسيط أو ممكن العيان ده يكون دخل في كرونيستي ويبقى بالتالي أنا مش محتاجة إن أنا أبقى ويبقى بالإميونيو سابراسي الجزء الثاني لو العيان قلت إن أنا لقيت الحاجات ده فولفيل يبقى إذا أنا هبتدي سويتش لعين ده بدأ أمم اف هقدده سايكلوفوسوامايد بدأ سايكلوفوسوامايد هغير للأمم اف بدأ السويتشينج اللي بعد كده قددت الحاجات ده كله والعيان برضو مش ريسبوندنج هبتدي بقى أخلي كومبينيشن سيرابي اللي هي ملتي تارجت سيرابي أو إن أبتدي أشوف الحاجات النوفال الجديدة زي مثلا أبدأ ريتيكسيماب أعمل إكستيندد للآي في سايكلوفوسوامايد اللي هو المدة ستة شهور أو إن أنا أحط السي انعاي أو كالسين يورين انهابتر ده نوفال تريتمينت ودي تقريبا الحاجات الأساسين بيشتغل على البيتا السيل إلا أنهم لقوا البيتا السيل بيقلل البيتا السيل أو السيبتباليتي للوبوس وهنا فيه يأما دايرت بيتا السيل ديبليشن يأما على البيتا السيل سيربايفول فاكتور انهيباشن اللي هي الحاجات التي تعمل استيميليشن البريفليشن بتاع البيتا السيل في انفلاماتري ميدياتور زيكيمية كبيرة جدا أجنس الانترليكين الانترفيرون الكوسيميلاتري كل دول موجودين في حاجات ضد الكمبيلمنت انهيباشن ويمكن نبدأ نقول الديريكت هي ريتيكسيماب، أبنتيزيماب، أبرويزيماب في مجموعة كبيرة من دول البيتا السيل سيربايفول، البليميوماب وهذا من الأشياء التي تعمل في الفترة الجاية هذا الديريكت اتفقنا عنهما يبقى ويمكن يبقى فيه دايريكت بلاسما سيل ديبليشن مثل البراثوزيماب الذي يستخدم في المنطب الميلومة، الانفلاماتري، البيتا السيل سيربايفور هو البليمو ماب والانفلاماتري مركز كل الأشياء دي بالأسماع. طبعاً لا نتخلق دبس بالنسبة لكل الأشياء دي، لكن سنقول الى الأشياء الكثير، احنا لو بصينا على رفكسي ماب، ستجد كل الانفلامات والثانيين، الانفلامات ما هو موظومة، الأبنتيزيماب يجب أنه هو النور من الـ CD20 والذي يقال عليه Class 2، يقال أنه يكون له أفضل أكثر من أفضل، لأنه يستخدم في الليمفومة وبدأ انتائجه كويسة، هذا جائب في الأفضل والثاني في المطلوب. أكريزي ماب، لأنه يوجد أفضل، أفضل ماب، هذا هو ما يمكن أن يكون غير تولير ويكون هناك أفضل، لو نظرنا على ما تعملت على أفضل ماب، معظمها كانت نيجاتيف، يمكن أن يكون أكثر ثم تأثيراً بعد اليونار، لا يوجد غير مختلفة في المطلوبة، والرطوكسي لوب، يمكن أن يكون هناك أفضل أفضل، ولكن هذا التأثير على الأستاذي أنها غير مختلفة، وبالتالي يولار قالت أنه سأضع رطوكسي ماب، لو أصبح أفضل أفضل في اللوب بسنيف رايت. نوبيلتي ستادي، كلمة الأبونتيزي ماب، وجدت أن هناك أفضل يمكن أن يكون أفضل أفضل، دعوكم فقط لأن هناك نقطة اعتراضية، أنه سواء الريتيكسي ماب أو الأبونتيزي ماب، يستخدمون على البلاسيبو، البلاسيبو ويأخذ أفضل أفضل، هذه مهمة جداً، فبدأوا أن هناك سبريوريتي بالنسبة للأبونتيزي ماب، وهو نزل في اسم جزايفة دلوقتي، وأنه هناك نتيجة له أفضل كثيراً من أن يستخدم البلاسيبو الوحد، ولكن هنا تظهروا على الكيرف نفسه، الكيرف هنا في الريسبونس بعد قد إيه؟ 24 أسبوع، يعني 6 شهور، يمكن أن الريسبونس هو الذي بدأ من 3 شهور، لكن معظم الريسبونس يبقى بعد تقريباً 6 شهور، البلايمو ماب، هذا الوحيد الذي أفضل بالنسبة للتعلوم، يستخدم أنه حوالي خمس سنين، يبقى أنتي بيتا سيل سيميولاتور، والنتائج وجدت أن هناك إمنولوجكة أيضاً، أن الانتي دابل سيراند والكومبين 3 و 4 يتحسن، وهذا الستاضي على البلايمو ماب، وهذا كانت على 448 مريض، كانت جاء فقر كلهم أكثر من 30، وجدوا أن الريسبونس 43% vs 32%، والكومبليترينة ريسبونس 30 vs 20، وهذا من ضمن الأشياء التي تحسن بالنسبة للبلايمو ماب، بالنسبة لدورها في اللوبس، هي جداً لأنها لقوها في الترانسيبلانتيشن، يعني عملت نقلة بالنسبة للترانسيبلانتيشن، وبدأت تتحط ضمن الجزء الأولي في الاندكشن بتاع الريميشن، مثل ما رأينا الكوديوكو جايدلاينز حضرتها، فتبقى أن الكالسينيوري الانهابيتورز تبقى موجودة، ولكن يمكن أن يضع لها الناس الذين هم ريفراكتوري أو الناس الذين عندهم بروتونوري، هناك دواء جديد نازل هو الفيكلوس بورين، الفيكلوس بورين، لا أعرف أنه ليس موجود طبعاً في مصر، ولكن هو نيو جينوريشن من السين اي، وهو بوتين، وفي نفس الوقت لا أرى، 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 وجدوا أنه ممكن أن يجاهب نتائج كويسة في الأورا ستادي، السين اي أتراكتف لأنها تعمل انهيباشن لتسيل بروفريشن، وليها إفكت على البروتونوريا الوحدة خلال نان ميكانيزم، وبالتالي ساعات تبقى فيه مشكلة، لو العيام اللي بياخد سين اي وجاله مفيش بروتونوريا، معناها أنه دخل فريميشن، ولا لأ، دي فيها دي بيتس على فكرة، يعني هو صح أن أنا مفروض أرى الامنولوجيكال، وفي نفس الوقت أرى البييوبسي، لأن بعض الأوقات يبقى الإفكت بتاع السين ناعي بس، وده برضو عليه دي بيتس في الكلام بالنسبة لي، اللي أصدقل، أنت عملت على الفيكلوسبورين على 265 عيانين، لقوا أن العيانين وصلوا لريميشن أعلى كإن توينت، على ستة شهور وعلى 12 شهر، كان جربوا اللو دوز فاكلوسبورين والهاي دوز، لقوا أن اللو دوز جايبة 32% versus 19% versus في الهاي دوز 27% بعد ستة شهور، وصلت إلى 49% بعد 12 شهر versus 23% في البلاسيفو و39% في الهاي دوز، فكده معناها أننا استخدم اللو دوز فاكلوسبورين، ولكن حقيقةً في حاجة لقوا فيه أدفورس إفكت موجودة، ويمكن اللحظوا أن الدس عالي شوية في المجموعة اللي خادت اللو دوز، كانت 11% versus 1% في البلاسيفو، وفيرسات 2% و13% في الهاي دوز، دي كل الكلينك الترايلز اللي اتعملت على الـ CNI بالنسبة للعيانين، ودي الأدفورس إفكت بتاعتها، وده أبروتش إن أنا إزاي أوصل للعيانين اللو بس، أنا يمكن عشان بردو مش عايزة تقول عن وقتي، لكن هو تقريبا نفس الكلام اللي احنا قلناه، إن احنا بنيدي تريتمينت وبنريفايز الريميشن، وبنشوف الكمبلاينس، وبنشوف العيان، لو هو فعلا الريفراكتوري أنا ممكن أنا باخد، أنا فضل لي يمكن صراحة واحدة، أنا مش أقول لهذا سلايد، لكن أحب أقول لهذا سلايد، حتة البرسوناليزيشن بتاع العيان مهم قوي ان انا اخلي بالي من الهيستري عيان ده عنده جيناتك باكجراوند عنده حد من اوثرته عندهم لوب بس هلا فكر ان فيها حاجة عنده بيجيله فليور كتير لعنده ما كانش ريسبوندين واحدة ستة عايزة تخلف واحدة ستة عايزة تحمل عيان عنده كوموربيديتي عيان خايف من البون ديسيز كل ده مفروض ان هو يبقى ديسكاست مع العيان ونحاول نحن احنا برسوناليز التريتمنت بالنسبة للباشن باننا نستخدم جلوكو كورتكويد لو الناس عندها مشكلة بالنسبة للبوني يبقى ممكن نستخدم اللوز دوزي اللي موجودة في الار هستخدم الاضر ميديكيشن كلها هستخدم الحاجات الثانية في الريفراكتوري او التريتد وخلي بالي من الاجفان التريتمنت اللي هي الكنترول بتاع البلود بريشن لو فيه ديابيتس هحاول اننا استخدم الهيدروكسي كنوريكوين استخدم الدسليبيديميا للعيش ونمتع هذه هي الانتخدمة لوبوس نفريتس ما ديوجه بالكيدني بيوبسي الاني 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 ويجنطيكاً ويجنطيكاً يترغل الاني ويجنطيكاً 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 ممكن اوصل لخمس سنين رفراكتوري لوبوس يجب ان يكون قد تتخدم كلاحة ويجنطيكاً 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 شكراً جزيلاً